سعني كنت يدير العادة السرية مستحيل هذا راجلي اللي تزوجت عنوية عن حب قصة حب واعرة وأخا كانت تعاطى المخدرات ولكن الحب دياله عماني ما بقيتش تنفكر في الأول كان غير تكمي شوية ولا تشرب شوية ولا تتعاطى الكيف واحتل هنا حبس هذو هم اللي تنعرفهم أنا كان ضريف بزاف وولد الناس وتقول لبليا الله يهزها عليه ضريف وحنين وتيصبر معايا وتيهز ليه بالي وتيصرف عليا وجيد ما فيه التحاجة اللي خايبة كل شي كنت يحسدني عليه وكتعيش معه بخير حملت منه وكانت عندي سبع شهور وتمك في البداء تبالي التغيير من اللي والتي تمدهية مع الحمل ديالي ومع صحتي والتي تنحس به تدير شي حوايج ماشي هما هذوك بعد المرات تيدخل وتيصد عليه ومع غير اناوية في الدار تبقى نقول ويلي علش تيصد عليه يكله بس وهذا الشي ولا نهار على نهار تيكتر كل نهار تيدخل يصد عليه نص ساعة واللي تحافظاه وغارفاه حتى معايج تيصد عليه ما نكذب عليكم يا أخوتي تنويت وغلت غير تندور في عينية بالزعف سيد شي طبيعة هذي ولفها شكيت في الأول في العادة السرية تنقول هذا اللي تيدخل مقلق وطالع له الزعف وتيخرج ناشط وفرحان ما يمكنش تكون شي حاجة من غير العادة السرية وخاصة انه ما بقى شتي يبغى يقربني تنقول له كيف شتي مبقيت يشتد بغيت تقربني تيقول لي لا ماشي على شي حاجة انتي يا حاملة وقربتيت ولدي وشهرك السابع هو هذا وما تنبغيش نبرزتك تيقته ولكن ابقيت رادة معاه البال حتى الواحد النهار غير هو سد عليه وأنا بقيت وقفة على الباب هو حل باش غيخرج من بيت الناس غيجيب شي حاجة وأنا دفعت الباب ودخلت عليه ألقيته حاطة بصيل فوق الناموسية وحاطت واحد الكارتة هذه الكارتة اللي تلعبو بها الروندة حاطت واحدة والله يا أخوتي ما فهمت شي حاجة وخا حصلته ما فهمت والو حتى نقول اوه ماذا تدير الشعوادها ماذا يضرب الكارتة للناس ما فهمت والو وهو غتان من الفرصة أنني ما فهمت والو صحفي بقيت سكتة على القادية حتى اطلقت مع واحد صاحبتي عفريتا ولا نقولها لها قلت لي اختي راها شنو القيت ورا شنو القيت قلت لي يا ويلي راه تيشم قلت لي وينش تيشم قلت لي تيشم الغبرة هاوي لعنة تيشم الغبرة هادك شي نكت نشوفها في الأفلام قلت لي يا وارضي بالك والله ابنيتي ولقيت داك المنظر بحل هاكوك إلا وكانت تيشم الغبرة مديتهش في هانا ديك الساعة قلت يمكن عتت خربك ولكن مع المدة عرفت بأنه تيشم الغبرة وبأن نحياتنا تدمرات وتبدلات وتغيرات سيد ولا تيشري داك الشي بالتامان ولا قاسم المانضة في النص النص ديالها تيشري به المخديرات والنص الأخر تنصرفوه في الدار وبزز مني وإلا ما جابهاش عارفو بأنه ستنوض القيامة في الدار أولدت ولدي ما درتلوش حتى السبوع لأنه خاصه بش يشري الغبرة والسبوع غد يضيقه شرى الغبرة وخلى السبوع وزاد الوضع تكفس ولا تيجيب حتى أصحابه وتيشموا كاملين في الدار وأنا الساكتة ما قدرت ندير والو حتى أصلا ما عندي حد عندي غير هو الوالدة اللي كانت عندي توفات وبقيت الله كريم تنطلب الله تنقول يا ربي تهزع لي هذه البلية ولكن هو ما بغاش يتغير وما بغاش البلية تهزع لي هو بغيها وحامق عليها وكل مرة تقلب على شي حاجة أكتر صافي ولو تيجي وعندي أصحابه البدار من لي تيشمو تيولي كل شي ضايخ وأنا واحلة خايفة عليا وعلى ولدي وخبيه بيت نعاس وسده عليا ما تنقدرش نحل تنخاف لا يمشي ويجروا فيه شي حاجة وأخاهم تبقى غير ضايخين ولكن أنا تنبقى مخلوعة منهم بقيت هكاك في الأخر من اللي شفت القادية تعوصات وهو ديقرادة في الخدماء لأنه يمشي ضايخ وتي دير الشي فعيل ديال شا نقول لكم ديال أنه مخصوم يطردوه يحمد الله اللي من لي غي ديقرادة أوه صافي ما بقيتش قادرة قلت له أنت تفرقه قل لي إيا إلا ذكرتي الفراق نقلت لك أو لغا نتدي الولد ما تعرفيه فين مشاك بقيت أخوتي قال سمع هاد السيد تحت التهديد ما تنقدر نمشي لهكا لهكا تنقول إلا خرجت غدي يجيب صحابه وغيدر لي شي جريمة في الدار وإلا بقيت في الدار تنخاف منه ومن صحابه لا يجيوا ويديروا ذاك المنكر اللي تيديروا ويديروا لي شي كاريته وتاني في الدار المهم واللي تواحلة وزاد الوضع تكفس من اللي والله يجيبوا معهم البنات والبنات قداش غي صغارات بنات 18 عام و19 عام و20 عام وقل قاع وكلهم تشموا حتى النهار اللي وقعت ليا الكاريتة الكبرى نهار اللي توفت لي يا البنت في الدار كل شي ضايخ كل شي طايح طافي غير طلع الصباح بقوتي في يقوف بعضياتهم إلا واحد البنت اللي ما بغيتش تفاق وانا قال السف الكوزينة تنقول شهاد المكتوب طايح علي يا عباد الله شهاد الوضع فين ولت عيشها مع هذا الراجل احتجت عندي واحد خيتي قلت لي يا عافك اعطني شي طوبة السكار قلت لي يا كلا بس قلت لي يا البنت اللي معانا رافيها مرض السكار وش النهجة ما بغيت تفاق او ما نكتبش عليكم تخلعت وانا فاعت فيا السكار مع الوالدة وتنعرف كيفاش تيدير جيتا نجري بدتا نخدخد فيها البنت والو باين عليها إما كومة إما ميتة بدنا نكبو عليها المما خلينا مادرنا لها والو البنت ميتة انا تخلعت وخممت يقناش صافي عايت للبوليس انا اللي ديكلاريت صافي يجاو ديك الساعتي يجري الحمد لله هذا هو السبب اللي انا خفو علي الحكم وخرجت بكفالة المهم في الاخر انا خرجت بكفالة لانني عاوت لهم الوضع ديالي انني كنت مضغوطة وانني كنت مزيرة ويقول لي إذا ما قلستي شو سكتي غندير لك غندير لك يعني كنت تحت تهديد ولكن هما كل واحد اعطاهه واحد المدة ديال الحبس اللي طويلة ودابا انا الحمد لله تخلصت منه ومن افعاله ومن الجرائم دياله وانتوقفت على رجلي الحمد لله خدامة على راسي وعلى وليدي وبديت حياتي انقية بلابيه وعرص بأن الحب ما تسوى التحاجة إنسان تقلب عليه يكونت يعرف الله ومتق الله ويراعي الله فيك وهذه هي قصتي وهذه هي حكيتي وإلى عجبتكم قصة اليوم ما تنسوش الدعموا القناة ديالنا بالاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ودمتم سالمين